كما أكد الوزير شوكري أنه تفق مع نظيرته الفرنسية على العمل لوقف دائرة العنف والتصعيد في غزة لمنع انزلق المنطقة إلى تداعية خطيرة أضاف شوكري أنه يجب التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تفقنا على ضرورة موصلة العمل من أجل الوقف الفوري للعنف والتصعيد والعودة لمصار التهدئة وفتح أفاق للتسوية من أجل تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من عنف وتعريض حياة الألاف المدنيين للخطر وذلك في إطار التنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي أو في مختلف الأطر ذات الصلة مثل إطار مجموعة ميونيخ وأكدت لمعالي الوزيرة على أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ترجمة نانسي قنقر